سهلا الخير أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حلها مع عمل إسماعيل إن شاء الله كل سنة وإحنا وإنتوا كلنا طيبين وإن شاء الله تكون سنة عشرين وواحد وعشرين سنة سعيدة يا رب ونودع عشرين وعشرين بكل ما فيها من خير أو الشر نبدأ حلقتنا النهاردة وهنتكلم عن موضوع يهم ناس كتير جدا وأنا من ضمنه إلا أبروك بس رحب الأول بديك في الأستاذ عصام الشيخ أهلا وإستاذ أهلا بحضرتك لاني عن التعريف خلاص الناس كله عارفك ربنا يخليك أي عايزين نتكلم عن الأبراج السنة دي قبل ما نبدأ كلامنا بهن الشعب والمصر كله مسلمين مسيحيين بالسنة الجديدة أعدها الله علينا كلنا بليوم الوقت ويا رب بكون واحد وعشرين أسعد من المغفور لها عشرين أوه يا رب وقبل ما نبدأ كلامي فيه ملحوظة بعاتب عليها جميع إخواننا الصحفيين أو المقدمين البرامج بيجيبوه شيخ في السنة دي في نفس اليوم ده كل سنة يسأله هو يجوز أسلم على المسيحي وبريكله وأقول له كل سنة طيب ولا لأ يرد الشيخ المحترم يقولك لا لا يجوز لا كلهم بيقولوا يجوز أنا بسأل ليه أنا بنسأل السؤال ده في النهار ده بالذات أو ليه في أعيادهم بنسأل كده مو احنا ناسيج واحد وشعب واحد وكلنا ده اللي بيخرج احتفل النهار ده المسلمين أكثر من المسيحيين مش حاسنا مسلمين إحنا كلنا هاي تاني حاجة القرآن نفسه حكم القصة دي وقال إيه تجدان أقرب الناس موادة اللي زينا قالوا إنا نصارفين ورهبان وقصصين الموادة اللي هي الموادة معروف الموادة دي يعني إيه هتزورني وهتزورك هتوديني هودك دين موادة وده القرآن بيقول كده تاني حاجة بيقول سبحان الله لا نهاكم الله على زين لم يقوط لكم في الدين يعني انتوا ليه بتدوروا على الحاجة البعيدة وقيتين صراح جدا هون كل سنة أنا بالنيابة عن شعب نصر كله كل سنة للإخوة الأقباط ويا رب عياتنا تبقى دايما وعياتنا بيتصادف عياتهم أحيانا وبيبركلنا وبيعيدوا علينا وهم أخواتنا وعيشين معهم والله أحسن جيرة وأحسن ناس من خصلناش أبدا دي حاجات مستجدة يا أستاذ طبعا طبعا هو الغرب بيحاول يعمل فتنة بيننا وبين أخواتنا عشان يوقعوا مصر مصر محفوظة بأمر ربنا لا مصر كبير بس عايزة أشكر يعني عايزة السنة دي احنا بنودع عشرين عشرين عايزة أشكر كل الجيش الأبيض اللي استنادي فعلا فعلا كان عبء كبير عليه ونزالهم كاملين وربنا يعينهم يا رب دا هما دورهم اللعبء اللي جاي عليهم السنة دي واحد وعشرين لحد شهر أربعة كده يعني الله يعينهم يعني احنا عايزين مش جيش أبيض دا احنا عايزين جيوش العالم تجتمع هم أده هم أده ان شاء الله تبقى سنة سعيدة ما بخوفش الناس بس بقولهم خذوا حذركم وأرجوكم الكمامة وأرجوكم التباعد الاجتماعي دلوقتي فيش التواصل لازم فيه مسافة بين الناس في جميع الأماكن في البيت في الدنيا المفروض المفروض احنا خلاص خدنا فكرة واستنى لفكرة دي كانت كفيلة ان هي تعلمنا النحطات ازاي فالمفروض ان احنا يعني خلاص بقى تعايشنا مع الموضوع ان نبقى فاهمينه مش محتاجين توعية كتير لا بس لازم نوعي كل يوم أكتر وأكتر لأن الموجة التالتة من ويروس كورونا احنا دخلنا فيها خلاص التانية التالتة التانية دي احنا فيها من شوية التالتة ده بقى لها يومين دخلة انتشارها كان الواحد بيعدي عشر النهاردة الواحد بيعدي سبعين فدي وانتشار سريع جدا عدد الفويات بيزيد انا مش بخوف الناس لكن بحذرهم احنا بنقول من أهم بوادر الأبراج انتشار الويروس بصورة رهيبة لحد شهر اربعة اللي جاي يعني احنا قدامنا لشهر اربعة اللي جاي وبعد كده هو فيه أكتر من الشركات بتشتغل على مصل الحاجات دي وعلى وشك ان شاء الله بس الفيروس بيطور نفسه فكل ما احنا عملنا مصل الحاجة بيطور نفسه الحاجة تانية فانا العلاج الوقاية خير من علاج الوقاية في التباع وكذي ما قلنا والكميامة والغسل الحاجات اللي متعرف عليها دي نزيد منها شوية لو نفذناها هننقل نفسينا من حاجات وحشة نقش بقى في الأبراج شوف حاجة عزيزة تسألي فيه هل الأبراج شخصية هل حاجة عامة اللي انت عزيزة تحت أمر حضرتك يعني اتكلم بصفة عامة عن الأبراج تحت أمر نبدأ ببرج ايه زي ما تحب انت تسألي وانا جاو نبدأ بجوزاء عالي عشان برجك برج الجوزاء السنة دي ابتداء من شهر سبعة هتغير حياته خلص يعني اللي مش متجوزة في الجوزاء أو اللي عايزة تعمل مشروع أو اللي عندها تجديد في حاجة معينة هتلاقيها من بعد شهر سبعة من بعد عيد ملادها في شهر مثلا هتبتدي الحياة تتفتح معها وما انصحاش في شهر ثلاثة تعمل أي نشاط مالي يعني شهر ثلاثة اللي جايدة عندها قفول النجم جامل جدا فاللي بتعمل أي حاجة طبعا العلم عند الله وحسن الله تعالى لكن احنا بقول قراءة من الواقع اللي عندها أي نشاط حتى اللي دخل على جواز أو اللي شهر ثلاثة تحاول تنسى من تاريخها لأن ده أسوأ شهر هايمر على يعني شهر ثلاثة ما تعملش في أي حاجة أضوك كده بس بالعافية أي فتحة أو أي نشاط تجاري أو أي حب أو أي علاقة كويسة بابتداء من شهر سبعة ده اللي هو استيدات للرجال للتنين للتنين شهر ثلاثة ده يمتنع من يوم عشرين اتنين ليوم واحد وعشرين ثلاثة عيد الأم يحاولوا يقضوها كده يعني بدون أي تجديد يعني زي ما هم بعد كده يعيشوا زي ما هم عايزين لكله لكله فيه أفول في النجم غريب حتى هتلاقي يعني أنا بحظة روعش ما يقولوش هتلاقي فيه تطشط من الخطيب وخطيبها هتلاقي فيه نيرفز حالة من الرفازة كده عامة مدته أدي إيه هو الشهر ده من يوم عشرين اثنين لواحد وعشرين ثلاثة فيه أفول للنجم بتاعه هتلاقي المزاج متقلب عندهم أوفل في التوقيت ده هتلاقي حالة عصبية من نسبالهم هو أصلا برج متقلب ويجي بقى برجه وكمان قافل فهتلاقي إنما أنا مبشرهم من شهر سبعة هتلاقي حاجات بجيلهم من حيث أن يدل يعني فيه فتحات وحاجات كويسة يا رب يا رب يدع لها السنة خير كمان عندهم في شهر 11 بيبقى عندهم مفاجأة بتحصلهم حلوة جدا يعني فيه مفاجأات اللي مثلا ما بتخلفش بقى لفترة ربنا هيكرمها بالتوقيت ده اللي ما بتتجوزي هتلاقي فيه مفاجأات حلوة جدا يعني من أول سبعة هيبقى فتحة في الشغل وفي العلاقات هتلاقي عندها قبول للحياة حلوة جدا فيه مفاجأات من شهر من 20 عشر على الواحد و20 حداشر مفاجأات سعيدة جدا جدا هتخصهم أو اللي ما بتتجوز اللي ما بتخلفش اللي عندها فشل في حاجة معينة هتلاقي النجاح جامد أول بيحصل للحاجات دي يا رب رب البرو برج الدلو برج الدلو السنة دي سنة ميعة يعني ماشي يعني ما فيهاش فيهاش حاجة مميزة ما فيهاش حاجة مميزة بالنسبة لهم إنهم مثلا زي برج جوزاء فيه انتصار وفيه مفاجأات برج الدلو ماشي زي السنة اللي فاتت يعني دي زي دي بالنسبة له ما فيهش فيها تحسن اللهم في اتخاذ القرار هيبقى عندهم فرصة ياخدوا قرار يتريصوا شوية يعني مش هيبقى عندهم سربعة في حاجة هتلاقي حاجاتكم جاي وقت فيه قويس السرطان 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 السنة دي فيه حاجة غريبة جدا الخيانة فيه كتير double يعني معظم الرجالة والسادات فيه شهر في سرطان هيتعرضوا لخيانة ممكن من شريك الحياة ممكن من شريك العمل ممكن هيتعرضوا لخيانة من أكتر من حتي هيبقوا كتير في السنة دي ويسامحوني لأننا مش منها يعني يعني وكتير السنة دي. بس في آخر السنة هيطلعوا منتصرين. الجنسين? الجنسين. في خيانة كتيرة قوي هتحصل في برجهم السنة دي. نتمنى ربا نيخلف ظنني أن الخيانة حاجة صعبة جدا بس هو ده الظاهر قدامي. الجدي. ده أحسن برج السنة دي. البرج الجدي طول السنة عنده فتوحك وياس. عنده عطاء غير معهود. يعني هو طول عمره يحس أنه هو بخيل شوية أو أنه هو حريص شوية. لا السنة دي هتلاقي فيه قرم من عنده فيه سخاء. فيه حاجات بيستفيد من غلطات الآخرين. هتلاقي مثلا ده أنا بتكلمة لرجال عشان معظمه جاي في العمل يعني. العمل هو مثلا اتنين شرقه ويقعوا في حاجة هو يخش يشيل الشركة تنجح معاه قوي. زميله في الشغل كان مأثر هو ركب مكانه بقى هو الليدر في المكان فيه فتوحات حلوة أو طول السنة هتزوم كويس جدا فيها. الحالة العطفية مستقرة بالنسبة للرجال والسيدات. بالنسبة للسيدات معظمهم السنة دي هيبقى عندهم قابلية لشراء الدهب والبنى. عايزين يبنوا وعايزين يحسوا إزواجهم إنهم هيعملوا بيت. وهيتوفقوا في ده إن شاء الله. هيتوفقوا السنة دي حلوة اللهم كويس. يا رب. يا رب. العقرب. بس تركز مع العقرب. ربنا يكفينا شهر العقرب. عايزين نعرف. على فكرة العقرب هو أشهر شهر في الرومانسية. سيدات العقرب عندهم رومانسية جدا. العقرب رومانسي؟ آه جدا. والعقرب عنده الكلمة الحلوة أهم من أي فلوس. لكن لما بيلدع بيلدع. بس بيلدع بسبب. مش هو من طبع اللدع. لكن أنت أزيتيني أنا بأزيكي. حظوهم موفق في التلت الأولين من السنة. لحد شهر أربعة. عكس الأبراج التانية. حظوهم موفق خصوهم في علاقات العطفية والغرامية. حزاري للرجل اللعبة مع أنسى العقرب. أنسى العقرب تديك عونة بمزاجها. هيأزي نفسه لو لها؟ آه. تديك عونة بمزاجها. إنما أنت تشتغلها وتتزكع عليها وكلام. لا هي تعمل نفسها عبيطة وهبلة. بس هي فهمة كل حاجة. وعرفة إزا ما يقولون بالفلاحين عرفة الإرد مخبي على وفيد. آه. هي بتسيب لك الحبل عشان تقنوا نفسك به. فأنت عايزة تعمل. هم أزكياء. هو برج زكي. جدا. آه. ويتعمدوا الغباء. عشان قمة الزكاء نكتب غبي. إن أنا أعمل نفسها مش عارفة حاجة وأنا بشوف الحواليك. آه. عشان تكتشف الحواليك صح. فأنا بقول نصيحة لرجالة ما يلعبش مع العقرب. العقرب. أي حد لا خصتنا في علاقة العاطفية. هي لأن ما بتحب بتحب أوي. ولما بتغدر بتغدر أوي. وغدرها وحش. غدرها ما تتوقع لوش. آه. الكلام ده ممكن تقسي على زميلاتك أو زميل الناس يعني الناس اللي تعرفين. شوفي العقرب وغادروا بعمل إزاي. طيب جدا. بس هو طيب. ما أنا أقولك طيب جدا. وطقش شار حليم إزا غالب. طيب جدا. لدرجة العبد بقولك الكلمة عنده أهم من الأكل أهم من لبس أهم من أي حاجة. كلمة طيبة يا وقلت لها الله أنت شاكلك حل ونرد. يا سلام تفضل طول يوم مبسوطة. لما تغدر بيكون بسبب إن حد بيغشيني. نعم. مش هي غدارها. بيكون في سبب للغدر. ده أصعب أصعب برج في الغدر العقرب. غدر مميت. يعني يوصل ممكن للأتل. فعشان كده أنا بحذر اللعب من. على فكرة كلام ده مش كلامي. يعني حضرك لو نجيحتي قضايا القتل اللي حصلت من الأزواج أو القضايا اللي فيها قتل المتهم فيها سيدات 70% أو 80% مرج العقرب. وممكن تخش على أنت كده. العقرب في غدره ما بيرحمش. لإني بيقولك أنت ما رحمتنيش. آه. بس ما بيغضرش إلا بسبب. آه. يعني مش هو طابع الغدر. لكن هو منتقم. برج منتقم بيحب الانتقام. الميزان. الميزان. ده برج الرجاحة النصيحة. يحب دايما يكون حكيم. بالرجال والستات. آه. الستات هو هابلة شوية. ما ديحك لهم سهل. آه. الراجل اللي فيه بيخط الخطوة بحساب. آه. السنة دي طول السنة برضو آه. ماشي معا كويس. بس. آه. كمية أمرات كتيرة. هتصيب من رجال والسيدات في البرج داي. يعني السنة دي هتبقى منتبالهم صعبة مراضيا. صعبة. عطفيا سنة مستقرة كويسة. عمليا سنة مستقرة برضو. ما فيهاش تفارات. ما فيهاش هقوة. يعني سنة مستقرة. يمتاز البرج دا بالراجل فيه صادق جدا. آه. لما بيقول معلومة أو ما بيقول حاجة هو بيعنيها. مش بتعلافه داران. يعني المباشر. يمتاز بقوة الصبر وقوة التحمل. بيصبر كتير. آه. لدرجة الناس. ده رجل الميزان. رجل الميزان. والست الميزان. بس الست بتاعت الميزان مش عارف بتحب تعيش في دور المظلومة شوي. يعني تحس انها كده عايشة مستقينة. المغروب على عمرها. بس ما تبقاش كده. آه. ما نقولك هي مش كده. ايه تاني. آه. السور. السور. من اسمه بين السنة. التور بينطح. السنة دي فيها نطحات حلوة. بس ايه زي اللي بيع عبو موري. يا صابت يا خابت. يعني. نصالحه. يا صابت يا خابت. آه. هيبقى عنده نطحات وشطحات جمدة جدا. ما تتوقعيش فيها. يا اما اطلع للقلمة يا اما انزل للقاعة. بالنسبة للحالة العاطفية. آه. بتوع الطور متقلبين لأبعد مدى بالكلمة. على أقل كلمة يتقلبوا فيها. بس لما بيحبوا بيبقى عندهم اخلاص وقوة تحمل للحب ده غريبة جدا. ولما بينطح برضو. بس ده ما عندهوش خيانة وما عندهوش. مباشر. أو مباشر. آه. 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 بالنسبة للخلفة. حلو. السنة دي حلوة لأنسة الصور. حلوة جدا. السنة دي الخلفة بالنسبة لهم. آآ. حلوة للعلاقات الجديدة. يعني السنة دي هتلاقيها أحسن سنة بالنسبة لهم عاملوا فيها. يتون فيها علاقات جديدة. آه. علاقات جديدة. للطرفين. الحمل. الحمل المغلوب على الأرض والصبور. الطيب. البناء. برج الحمل وبرج الجدي بيشتركوا في صفة واحدة. هي البناء. بالنسبة للست. الرجل بتاع برج الجدي وبرج يعني ايه بمعنى بناء يعني. هقول لها حضرتك. يعني مثلا هي متجاوزة موظف على قدو. ما بيتسيبوش كده. بتفضل تساعد فيه وتشس فيه. تساندو. وتدبق القرش على القرش وتشتري حتة أرض وتبنيها. وبرج بتعبونها. ما بتحبش تقف. عندها طموح. آآ. عندها آآ. انها بتعمل في سيخ شرباط. عندها طموح حلوة جدا. يعني يا بخته اللي بتجاوز الحمل والجدي بالنسبة للسيدات. هو أحسن برج بناء. عندهم عقدة دايما يحسوا آآ. ان في حاجة خارجية بتاع بس معهم. يعني آآ. دايما نقول لك آآ. روحانياتهم علي شوية. أو عندهم عقد نفسية خاصة بالأبراج وخاصة بالحاجات دي. أما كبونة. كتطلع للأفضل. لأ هم آآ. آآ. كويسين جدا. هتلاقي سيدات الأعمال. النجحات. آآ. البرج ده. هتلاقي الرجال النجحين. هو البرج ده. يعني. ليه تفرط في النجاح. عندهم صبر وجالة ده. آآ. عندهم آآ. طرق. ان ازاي يخليك يتصك فيهم. مش نفاق. نفاق اجتماعي. بس مش النفاق اللي هو. المدر. المزموم. لا. النفاق حلو. يعني. نفاق. بيدوكي. آآ. بيخلوكي. ان انت تقدر يتصك فيهم. يعني. وهما أهل السقري. يعني. هما عندهم آآ. السقري. انه بقولك بيحب يبني. فالبيحب يبني. مش متعود على هد. ايوة. فعندهم آآ. حظ كويس السنة. ان شاء الله. الاسد. 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 ابتداء من شهر ستة اللي فات. من الفين واحد وعشرين. الفين عشرين. لحد آآ. عشرين تمانية السنة دي. هو احسن ايام حياته. مش هتقرر آآ. تاني السنة دي بالنسبة له. السنة دي. انا بقول لجميع برج الاسد استغل لها على قد ما تقدر. آآ. دي سنة حظه. وسنة ساعده. وسنة هناف كل حاجة. علاقات. عمل. فلوس. كل حاجة. اللي. 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 برج الاسد اللي مش هستغل للسنة دي. مش هعرف يعمل كده في اي حتة تانية. حلوة جدا بالنسبة له. آآ. في. في. كل. المجالات. صحيا. آآ. 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 ماديا. آآ. مشاريع. آآ. علاقات. آآ. برج الاسد. برج الاسد. آآ. كل حاجة. آآ. هي دي سنة تساعده. اللي بيستنها اللي هي ليلة الاسد بالنسبة له. هي دي السنة. يا ربك. بعض الناس يقول لك. احنا يا عم عد علينا الشهر ده. وما فيش حاجة انت بتتكلم ازاي. لأ. آآ. انت لسه بقول لك لحد عشرين تمانية اللي جيدة. مش العشرين ستة. يعني انت معك سنة وشهرين. برجك فاتح وعنده آآ. ظهور جامد جدا جدا آآ. فيه. هيحط برج الاسد الراجل علاقات نسائية كتيرة. يعني مثلا في سنة هيخش في حياته. الفتر اللي اللي انا قلت على دي. من اربع الخمس سيدات. فيهم واحدة هتعوضوا آآ. اللي راح. الشاء اللي شئيه. المعظم معظم برج الاسد مجريح عندهم جرح نسائي كتير. هيتعوض هيظهر حد في حياتهم من من اكتر من اربع او خمس شخصيات هتظهروا فيهم واحدة. هي اللي تستحوز عليه. والواحدة هي اللي تستحوز عليه. هتسعى له هو مش هسعى لها. يعني هم بسعاش لحد. يعني السنة دي سنة تعويض لبرج الاسد. تعويض في كل المجالات. حتى صحيا. سنة كويسة جدا. آآ. القرون بعيد عنه على فكرة. يعني لان السنة دي برجه آآ طالع فالحمد الله صحيا أدبيا معنويا آآ كويس جدا. آآ يعيب عليه السنة دي ان هينشغل كتير عن الحواليه. هيبقى مشغول قوي لان فيه نجاحات بتحققها فمنت مشغول في النجاحات دي. فالناس اللي كانت متعودة منك ان انت بتزورهم وتتكلمهم لا هم هيبقى بعيد عنك فترة آآ فترة دي. النتيجة انت انشغلت آآ ده اللي عيب عليه السنة دي. انما حلوة سنة حلوة جدا. الكوس. الكوس الحزين. ايه? ده برج جميل. آآ لا السنة دي حزين. السنة دي هيغيب الموت احبابه. آآ. الكوس اتلاقي عنده ناس كتير ماتت السنة دي. كتير قوي. آآ. اكني عزرائيل داخل عنده عامل اكوزيون. نسي. ربنا يا رب يصبرهم آآ. 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 يعني معظم آآ. هتلاقي عندهم حادات وفاية كتير كتير. يعني حتى اللي سامعين دلوقتي يقولك آآ. بالفعل فدأ بدأ عندي يعني. يعني. ربنا يصبرهم عينهم. بس آآ. آآ. ربنا يقولهه وبشر الصبرين. يعني. اللازين اذا ما زيدوا اصبتهم. اصبتهم 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 او ظلم انفسهم يقالوا. انا الله ويئنا الى رجمون. اولئك هيبد الله سيأتهم حسنا. من ضمن من قلب. ويدعو الضعاء بير يرفع. من قلب العذاب ده هيطلع لهم طاقة نور حتى اترا بس هو للأسف هيبقى في فخضان حبيب كتير يعني معظمهم هيبقى في عندهم فخضان حبيب حبيبه قريب الحوت برضو سنة مايع بالنسبة له ولا لي ولا عليه حياة زي اللي عدت هيمتاز ان هو هيتغير سلوكه هيبقى سلوكه هيملي الأكل زيادة شوية هيملي الفرفشة والهزارة هو ما كانش كده يعني هو على غير طبعه على غير طبعه فإنما هو حياته مافيش فيها تغيير نفس تمام شايف حضرتك السنة جديدة دي ان شاء الله يارب تكون سنة خير علينا بإذن الله شايف حضرتك الوباء ده قرب ينتهي ولا لسه ممتاز للأسف هو الوباء ده بيزيد وبيزيد بفيروسات تاني مساعدة يعني فيه مش بس كورونا الموجودة احنا بنعاني من فيروس تاني خبيس موجود برضو بس احنا لسه مختشفش وكورونا مستمره معانا 21 مرضو هتبقى أصعب بكتير لأسباب منها ان احنا مستهترين شوي مش شوي احنا مستهترين كتير عشوائيين شوي استهترنا ليه سبب اه مش احنا مستهترين بطبعنا مستهترين بس احنا انا مثلا واحد بشتغل لازم اروح شغولي عشان اقبض عشان اجيب فلوس اكل عيه فاستهترنا ناتجة عامنا مالي لكل النصابان اللي كنت بالله لنا لكنها غالبا مستهترين بسبب لقمة العيش فاااا اهي ناس برضو معزورة اه اه استنى الـ 20-20 دي ناس كتير جدا يتعذبت تعذبت ماديا بحكم اه مع شكرا بقولك استهترنا ناتجة عن لقمة العيش مش ان احنا مستهترين ما هو للأسف انا بقول ايه انت مضطر تنزل لأكل عيشك حافظ على نفسك حافظ على زميلك اللي جنبك اد الكمامة وغسل اليد والجوانت حاجات بسيطة سلاحك الجوانت والكمامة الماسك ده ما تسيبوش من عليك ابدا ولو طول طول تلبس ماسكين هطل ان العدوى بتاعت الفيروس الموجة الجديدة ده اه منتشرة بالفرد يعد سبعين يعني حاجة الاول كالفرد يعد عشرة دلوقتي العدوى انتشرت اكتر هنلاحظ دلوقتي ان الاعداد عندنا بعدما كانت نزلت دلوقتي مبارح كان 1300 تقريبا يعني كان كتير طب هنكمل كلام عن الابراد في الحلقات الجاية ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله معنا دلوقتي موهبة هنختم بها سنة 2020 ويا رب بتكون تحوز على عجبك بإذن الله اهلا واستهلا استاذ عبد الرحمن رجدي استاذ عبد الرحمن رجدي ان شاء الله هتيبقى استاذ ان شاء الله يكون لك مستحين احنا جايبانه النهاردة مبشر بالدينة اني في امل في السنة جديدة ان شاء الله نختم بها سنة ان شاء الله بإذن الله استمعنا حاجة بس ايه اترحوا كده لأي حاجة انت حافظها حلوة وتعجبها الناس لا اغني هاته تشوفوا المايك يا جماعة بتاعوا مفتوح المايك مفتوح طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحاب طول عمري طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحابه وعرف حكايات مليانات وعرف حكايات مليانات مليانات ودمو وقليل مليانات وعرف حكايات مليانات 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 إنت لقيتك بيتغير كل حياتي ما عرفش زي أنا حبيتك ما عرفش زي يا حياتي ومن أمسة حب لا اتباحي لا اتباحي بوضوب الحب ها دوب الحب وصبحي وليل وليل على باقه برابو عليك برابو عليك ماشاء الله عليك سلوطة الجميل ماشاء الله عليك انت لسه ما طلعتش وقد جبت الحب من بيه اللي يشوف الموهبة دي وعاوز يتبناها ياريت طالما صوت حل نشجعه ان شاء الله يكون اماننا في 21 ويكون فتحة خير ليك السنة دي يا ابني يعني تبقى من احد النجوم بس ارجو ان انت ما تتغرش وارجو انك تحافظ على صوتك انت صوتك الله اكبر قوي جدا وده اللي لفت نظر ليك صوتك قوي جدا حاول تحافظ على صوتك واوعى تتغر واوعى تتعالى على حد نصيح تريك طول عمرك افضل عبد الرحمن ان انا عرفتك ده ان شاء الله ربنا وفايا ربنا عايزة انوه عن حاجة دي اخر حلقة يا جماعة في 2020 في المسم ده وباذن الله نتواصل المسم اللي جاي 2021 وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة وكل الامة العربية بخير يا رب ويرفع عنا الوباء والبلاء ده واللي جاي يكون احسن باذن الله عايز تقول حاجة انا عايزة اسمع قناة تاني من راجل الطيب ده اعجبني صوته قوي طب نحتم بقى بها وبقول لكل ناس كل سنون طيبين وبقول للناس حبوا بعض هنطلع بالتيترة على صوته اوكي ان شاء الله اتفضي عاني شيرين او نمكن اعلم شيرين بجانيتم كلسوم شيرين حب ديك رح شيرين اتفضي كده قلبي حتى مني كل حاج حلوة فيي كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دينية يعني يعني خلاص انا مش اشوفك تاني مش هلمسك مش احكيني عن حاجة تعباني شكرا في محنشي اشتركوا في القناة